كيف اعرف اذا مساعدات سيارتي خربانة او كويسة اول شي وش المساعدات المساعدات هي ممتص الصدمات في السيارة يعني لما تكون مثلا ماشي بالسيارة ولا ماسك خط وتاخذ لك مطب او السيارة هيكون فيها اهتزاز بسبب ارتفاعات ونزول في الخط وش المسؤول عن ثبات السيارة وش اللي يضمن لي الامان بعد الله في السيارة المساعدات وين المساعدات هنا هذا هو المساعد اللي جوه لياي هذا السبرينج اسمه لياي تمام هذا اللي جوه اللي لونها ابيض تشوفونه هذا هو المساعد طيب وشلون ادري ان المساعدات حقة سيارتي كويسة ولا خربانة فيها مشكلة ياخي السيارة عندي ميب ثابتة طيب انا اقول لك تعال هذا هو المساعد لما يكون المساعد فيه تهريب زيت يعني اذا جيت هنا تشوف فيه تهريب زيت في المساعد سواء من تحت او من المنطقة هذه معناتها ان المساعد عندك خربان المساعد مفقوع طبعا كل محور من محاور السيارة فيه ثنين مساعدات يعني كل كفر فيه مساعد واحد طبعا حتى من الخلف يكون فيه ثنين مساعدات شوفوا الان هذا المساعد الجهة اليمين الخلفي وهذا المساعد الجهة اليسار فلما تكون المساعدات عندك مفقوعة ومهرب الزيت حقها السيارة ما فيها ثبات وتشكل خطورة وقد لا قدر الله تسبب لك انقلاب عشان كذا بعض الشباب اللي يطعسون واهل التطعيس واهل السيارات المعدلة تلقى اما يركب مساعدات رياضية او يركب دبل مساعدات يعني قدام بدل ما يكون فيه ثنين في كل كفر مساعد واحد لا تلقى فيه كل كفر ثنين مساعدات يعني بدل ما يكون هنا مساعد واحد تلقىهم يحطون ثنين مساعدات عشان يكون الثبات بعد الله والامان في السيارة اثناء التطعيس اكثر باذن الله عشان كذا شغلة المساعدات شغلة لا يستهام فيها وشغلة مهمة جدا ومسؤولة عن ثبات السيارة ومسؤولة عن الامان في ثبات السيارة بعد الله سبحانه طبعا زي ما قلت لكم المساعدات كثير وانواعها كثير في منها مساعدات هيدروليكية في منها مساعدات رياضية في منها مساعدات زيت في منها مساعدات غاز انواع كثير طبعا مساعدات الرياضية تجي شركات كثير ما اقدر يعني اذكر لكم وشي الافضل كل واحد واختياره لكن اهم شي احرص ان مساعدات سيارتك تكون